تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عدد من المشروعات بمحافظة الغربية وعلى رأسها أكبر مصنع لإنتاج الغزل كما تضمنت الزيارة مشروع المنطقة الصناعية التي ستخدم قطاع الغزل والنسيج في إطار زيارته المستمرة لمتابعة المشروعات التنموية في المحافظات تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات بمحافظة الغربية وعلى رأسها أكبر مصنع لإنتاج الغزل والمقام على مساحة تجاوز 60 ألف متر والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لأعادة هيكلات وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن المشروع اللي احنا فيه النهاردة عشان يتطور حضركم شفتوا الأرقام 30 مليار جنيه فقط لهذه الشركة القابضة عبارة عن 8.5 مليار إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة ده مختلف الأفرع بتاع الشركة القابضة مش المحلة بس اللي موجودين على مستوى الجمهورية بالإضافة إن إحنا نجيب مكان جديد بـ 650 مليون يورو كما تضمنت الزيارة مشروع المنطقة الصناعية والتي ستخدم قطاع الغزل والنسيج وهو المقام على مساحة 34 فدنا وينقسم إلى ثلاث مناطق من بينها المنطقة الصناعية الأولى والتي تضم ستة مصانع كبرى كاملة المرافق والتشتيبات فالنهاردة كان اختيارنا لما بنيجي نختار قطاع عشان نطوره بنختار القطاعات اللي هي تخدم على الاقتصاد المصري وتساعد كمان القطاع الخاص بعد كده إن هو يكمل متبعة مستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على المعوقات التي قد تواجه التنفيذ من أجل العمل على تذليلها لدفع العمل بها وإنهائها في المواعيد المحددة بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية